السلام عليكم ورحمة الله ازايكو يا حبيبي عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بالف خير وهنا ان شاء الله هنعمل اكلة حلوة جدا اكلة شتوية من الدرجة الاولى وهي القلقاس باللحمة والخضرة هنعمله بطريقة بسيطة وبخطوات سهلة جدا وكمان بتعمه مميز جدا جدا ويلا نسمي بالرحمن وندخل نشوف هنعمله ازاي اول حاجة حبيبي هنجيب حلة كده وننزل فيها بمعلقتين او تلاتة من الزيت وننزل عليهم بمكعب من التوم اللي احنا مفرزينه مع بعض واول ما يشقر كده لونه هننزل عليه كمان بالسالسة عندي كيس من السالسة اللي احنا مفرزينها مع بعض السالسة البيور الجميلة اللي احنا كنا عاملينها في الشتاء ايما كانت الطعمات المرخيصة جدا هننزل عليها بس بربع كوب من المياه علشان تفك معانا كده وهنهدي النار عليها خالص علشان تفك على نار هادية من دون ما تطلع اي شياط او اي ريحة لازم تهدي النار طالما السالسة مجمدة بعد كده هنديلها رشة من الفلفل الاسود نغطي عليها عشر دقايق فكت معايا زي ما احنا شايفين اللهم بارك سالسة تقيلة جدا وكمان بيور قوي ولونها تحفى نزلت عليها بالقلقاس بتاعي اللي انا مفرزة معاك وبرده ما شاء الله بنستخدم تفرزاتنا دلوقتي كلها اللي احنا عاملينها قبل رمضان وهديله تقليبة كده مع السالسة واسيبه بقى عشر دقايق مع السالسة كده بدون ما اضيف اي اضافات ولا شربة ولا حاجة عشان ياخد من طعم السالسة كده ويتشبع بيها ويبقى طعمه تحفى جدا بعد عشر دقايق هبتدي بقى اضيف كمشتين ثلاثة كده من الشربة علشان بقى يستوي فيهم القلقاس ويناخد اطعم قلقاس ممكن تكلوه اللهم مارك القلقاس بالطريقة دي بيبقى طحفى جدا ما شاء الله والقلقاس من الاكلات المغزية جدا هو مش بطاطس هو حاجة مختلفة عن البطاطس طعمه مميز ومفيد جدا وصحي هنبتدي بعد كده سبته مع الشربة حوالي عشر دقايق كمان هو بيستوي بسرعة فلازم ننتبه عليه علشان ميتهيريش معانا ولو مش هتاكلي على طول حاولي متخسويهوش للاخر عشان ميتهيريش معاكي ويخلي الصلصة شكلها مناشي وشكلها مش لطيف اضفت الملح بقى او زبطت الملح بتاعي وهضيف كمشتين اثنين من الشربة كده وبعد كده طبعا انا بسوي اللحمة في الوقت ده يعني اكيد باخد شربة يبقى من اللحمة اللي انا بسويها بسويها تسوية كاملة وبعد كده هفتح بقى اضيف اللحمة بتاعتي على الالقاس واسبهم غلوتين مع بعض كده لما اللحمة تستوي تماما دلوقتي بس هعمل اول ما الالقاس بتده يدخل في التسوية هحضر الخضرة بتاعتي جبت طاصة على النار وابتديت انزل فيها بالخضرة ما شاء الله تبارك الرحمن لونها اخضروا منها انا ازاي شايفين لونها كده في البداية وهنشوف مع بعض اللون اللي انا اعيزها في الاخر هيبقى عامل ازاي هسيبها تتحمص معايا كده في الزيت لحد ما الميا اللي فيها تنشف الله تبارك الرحمن ريحتها تحفى انا بحب اعمله بالخضرة اللي هي شبت وكسبرة وقطع نعم زي ما احنا شايفين وابتدي احمر فيها كده لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزها ابتدت لونها يتغير معايا زي ما احنا شايفين مع الوقت هفضل مستمرة بالتقليب كده وافردها على التوصى بالكامل علشان تتحمص معايا بسرعة شايفين معايا اللهم بارك الرابط على اللون اللي انا عايزها الخضرة بتخلي الوقت اسرحت وتحفى جدا وطعامه مميز ما شاء الله بتدت تاخد اللون البني هبتدي انزل عليها بفصين او تلاتة من التوم الني كده وابتدي اشوحهم معاها لو تشموا معايا الريحة ما شاء الله تبارك الرحمن تحفى جدا جدا شايفين معايا اللون اخد التوم اخد لون دهبي كده خلاص كده انا هكتفي باللون ده للخضرة والتوم واصف فيهم من الزيت واخدهم بقى كده علشان اتخلص من المواد الدهنية واللي طب خطاتي ما تبقاش داسمة زيادة وابتدي انزل على الوقاس بالخضرة والتوم اللي احنا شوحنا معاها واسيبه بقى ياخد غلوتين كده مع الخضرة عشان ياخد الطعم التحفى بتاع الخضرة والتوم الطشة دي بتدي للوقاس ريحة خطيرة ده بعد غلوتين كده يعني ما يكملش خمس ست دقايق نزلت بقى باللحمة المسلوقة بعد ما استويت السوا كامل وهسيبها تندمج كده بقى وتاخد من طعم السوس الجميل والقلقاس كمان ياخد من طعم اللحمة واحنا طبعا قريدي عاملينه بالشربة فبيبقى طعمه زبدة زبدة كده ما شاء الله تبارك الرحمن كده نبقى احنا عملنا القلقاس الخطير باللحمة اللهم بارك شايفين معايا لونه طحفة ورحته خطيرة هنبتدي بقى اللقطة الحلوة هنغرف بقى طاجني القلقاس بتاعنا اللي احنا عملناه بمنتهى البساطة والطعامة ان شاء الله تبارك الرحمن يلا نسمي بالله بقى واللقطة الحلوة نغرف القلقاس بتاعنا اللهم بارك شايفين معايا الصلصة حلوة ومش منشية معايا وكمان كده لونها طحفة اللهم بارك القلقاس بتاعنا بقى نشوفه مستوي زبدة في نفس الوقت مش منشي وطعمه طحفة ولونه خطير جربوا تعملوا القلقاس بالطريقة دي هيعجبكو ولو عجبكو الفيديو النهاردة يريد تبقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد ونتقابل دايما على خير وان شاء الله اشوفكم على كل خير وختاما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في حفظ الله ترجمة نانسي قنقر